مع والدتك نعم وإخواتك صحيح طبعا فيه بعد أختي زينة كانت مخلقت بعيدة كل وقت هي هلأ بكندا وعملت دكتورة عم تشتغل هني سأنتو ثلاث بنات وصبيين ثلاث بنات وصبيين فيه صبي هلأ ملازم أول بالجيش بعد ما توفت الوالدة جوز والدي آه كمان خيك من بيك فيه دينا اللي على الشمال اللي هي طبيبة نفسية عم تشغل بيران بفرنسا ليدا هي طبيبة أيضا بيران تلكن تحكمه طبعا فيه تفيق هلأ هو من رواد رياض المعاقين على الكرسي خرجت هالباب التباني ايه معه ماجستير من جامعة البلمان زينة دكتورة بالعلوم الاجتماعية وعندي فادي وملازم أول بالجيش أريد خليكم لبعض زكرت الأسماء كلهم بس ما زكرت اسم أمك ليهو صعب مهرديكار مهرديكار دايما بتطلعه هلأ فيه ناس اتفاجأت انه فيه اكتر من امرأة بلبنان في هذا الاسم بلبنان فيه مهرديكار مهرديكار اسم بطلة رواية لكاتب فارسي مهرديكار هي الشمس الأخرى يعني مهرديكار هي الشمس الأخرى فجدي يبدو كان عم يقرأ رواية حسب معرفة من الماما وسماها على اسم بطلة الرواية اسمها على اسم بطلة الرواية من هو اسم عربي لا هو اسم فارسي فارسي بس انت ضد الفرس ما عندك مغية تلا أسمها لا حسب فيه خطأ شائع أنا معجب بالثقافة والتاريخ الفارسي وبيعتبرها أن متفوقة وعظيمة وكثير فيها أنا ما عندي مشكلة مع الثقافة الفارسية ضد السياسة ولا مع ضد الفرس بحد ذاتهم أنا عندي مشكلة هي احتلال بلبنان مبني على خلفية قومية فارسية مغلفة بولاية الفقهة هذه مشكلتي فأنا ما عندي بالعكس الممثلة بحزب الله يعني أنا عندي صداءة للثقافة الفارسية وبحبها كتير وبحترمها وعندي احترام كتير للتاريخ الفارسي من أيام داريوس زرت شي مرة إيران أو فكرت تروح لا ما مصار مناسبة طبعا ما قولت تروح تعمل زيارة لإيران بعد بعد ذهاب كابوس ولاية الفقهة عن إيران على أرجح نعم لكن هلأ أباكد لك إذا بروح لهنيك يصفوك بيعتبروني أني جاسوس مثلا مثل ما يعملوا بالناس